باشمانس برضو شرح لنا فكرة مشروعك ايه وممكن يفيدنا في الحياة ازاي؟ اوكي، فكرة المشروع بتاعنا هو عبارة عن جهاز بيتركب على عواميد الاضاءة وكشفات الاضاءة اللي موجودة في الشوارع بحيث انه يحولها من كشفات عادية لكشفات ذكية الكشفات الذكية دي بتعمل ايه؟ بيبقى لها وظائف كتير جداً يعني ممكن نركز على اهم ثلاث حاجات فيهم الحاجة الاولانية انه هو بيخلي الكشاف قادر يحس بمستوى النشاط والمرور اللي في الشارع وبناء على مستوى الحركة اللي في الشارع ده يزبط مستوى الاضاءة بتاع الكشف فبدل ما أنا عندي الكشف شغال مثلاً من غروب الشمس بغاية الشروق بكامل الطاقة بتاعته بيستهلك طاقة طول الوقت سواء في حد محتاجها او مفيش النشاط عادي في الشارع او مفيش لأ أنا قدر ازبط الاضاءة دي وقللها وممكن حطت فيها خالص لو ما فيش حد في الشارع في اللحظة الحالية يعني الجهاز ده تركب في الكشفات وهو هيستشعر حركة الازدحام اللي في الشارع بناء عليها تعامل يعني؟ بالزبط يعني او ده شكل الجهاز برضو عشان نستطيع متخيلها بيستوى كونكتورز بوصل على كونكتور فيهم مصدر الكهرباء وكونكتور تاني بوصل عليه الكشف هو بيقدر يحس بقى فيه ناس بتتحرك في الشارع ولا لا في عربيات معدية ولا لا في موشاة ولا لا لو فيه حتى اللي هم الراكب الدراجات برضو بيقدر يستشعرهم خلاص بيستشعر مش التواجد الكثافة نفسها تقول انه هو لي علاقة بالكثافة فيه ناس كتير او لا لا الاتنين يقدر يستشعر التواجد والكثافة لان احنا لما بنركبه مش بنركبه على العمود واحدة انت بتركبه على الشارع كامل على كل وحدات الاضاءة اللي موجودة في الشارع فكل السنسورز دي او الحساسات الحركة دي بتلم الداة اللي حوليها وبالتالي تقدر تعرف ايه الاماكن اللي فيها ناس وكثافة الناس دي قد ايه وبنان عليه اقدر اصبط كمية الاضاء اللي انا محتاجها فمعروف مثلا ان من الساعة سبعة العشرة بالليل ده بيبقى الوقت البيك او الرشا يعني ده اكتر وقت فيه نشاط فيه غروة او فيه محلات فتحة والناس في الشارع ومحتاج الاضاءة بكامل طاقتها فبيزبط الاضاءة على كامل الطاقة كل اما الوقت بيبدأ يتأخر كل اما النشاط في الشارع بيقل ومبقاش محتاج الاضاءة بكل الطاقة دي فببدأ اقلل شوية بالليل في الساعات المتأخرة يعني مثلا قبل الفجر او كده بيبقى قلال جدا لما يبقى فيه حد معادي في الشارع فممكن في الساعات دي نشتغل بطريقة تانية ان احنا يطفي النور خالص الجهاز ولما يبقى فيه حد معادي ينور وبكده اقدر اوفر كمية الطاقة اللي بتهدر نتيجة الاضاءة المشروعين هنا فيهم توفير للطاقة بشكل كبير جدا او للكهربا بشكل كبير جدا لانها موضوع الطاقة موضوع مؤلق لمعظم الحكومات والمنظمات دلوقتي في العالم لانه مش بس ليه اثار اقتصادية سلبية ليه اثار كمان حتى على البيئة زي ظاهرة الجلوبال وورمينج اللي بتأثر على الكوكب كل ممكن تكون بتأثر على وجود نحنا نفسنا تمام تفضل يفاند معي طيب فيه توفيرز تانين او وظيفتين تانين بيبديهم الجهاز الاولانية خاصة بالسيانة ان هو يقدر يتنبأ امتى الكشاف ممكن يعتضل ويحتاج منه يتعمل له استبدال لانه يبقى عارف العرب بشكل افتراضي بتاع الكشافات وهي شغالة بقى لها قد ايه فيقدر يحسب ويدي المعلومة دي للمسؤول عن مسألة السيانة بحيث ان يخطط الميزانية بتاعته ويعرف قبلها هتبقى عاملة ازاي لان احنا عندنا كشافات بتعطل وتقعد فترات طويلة عبال ما حد ياخد باله ويجي غير الكشافات او يعمل لها صيانة في طرق بتبقى فيها مشاكل مظبوط فاحنا في الحالة دي هنخليه خطط قبل من الكشاف يعطل بكتير وخط حتى الميزانية بتاعته والمأمورية اللي هتنزل تغير وكل الكلام ده وينزل يغير قبل من الكشاف يعطل الحاجة التالتة المهمة ان انا اقدر اعرف اتابع الاستهلاك الطاقة لكل كشاف والكل منطقة من المدينة والكل شارع اقدر اعرف كل مكان بيستهلك قد ايه طاقة بتالي داي ساعدني في ان انا اقدر الشخص المسؤول عن ادارة المدينة او جهاز المدينة اعرف انا محتاج طاقة قد ايه السنة دي السنة الجاية محتاج قد ايه لو عملت توسعات في المدينة هحتاج قد إيه طاقة عشان ننور الشوارع بتاعتها وبالتالي ده يسعدنا أن نعمل تخطيط أدقة دايما لإنتاج الطاقة عندنا يعني هاي يعني هو كمان يقدر يحدد لك أنت محتاج في المنطقة دي أعمدة إنارة قد إيه وبالتالي الأعمدة دي هتتكلف طاقة أو كهرباء قد إيه يقدر يحدد ده يقدر يحدد ده وبناء عليه يقدر يديك توصيات إيه المبادرات اللي ممكن تعملها علشان توفر طاقة في الأماكن اللي تستالك بشكل عالي فمثلا لو حبيت أنك تستخدم الطاقة الشمسية في بعض الشوارع يقدر يقولك أن الشوارع الفلانية استهلاك الطاقة فيها في الرنج اللي يسمح أنك تركب نظام شمسي متكلفة نظام الشمسي هتبقى فعالة اقتصاديا وده طبعا فيه نسبة توفير كبيرة بدأ معاول على المناطق دي باستخدام الكهرباء فأستخدم الطاقة الشمسية أخف الحملة شوية عن الشركة واشتخدم الطاقة الشمسية في الأماكن اللي ينفع استخدام فيها الطاقة الشمسية